مقاومة التهريب والإرهاب مقاومة التهريب والإرهاب هو الموضوع الذي تم ترحه اليوم في الملتقى الوطنية الذي نظمته الجماعية التونسية لمكافحة الفساد للنظر في كيفية معالجة هذه الظاهرة التي أثرت سلبا على الاقتصاد التونسي بنسبة للملتقى هذا نظمه تحت شعار التصدي للإرهاب وتصدي للتهريب ومقاومة التهريب وتصدي للإرهاب اقتناعا منها للعلاقة الوثيقة ما بين التهريب ومبين المهاربين وما يسمى بزواج المتعة اللي قاع مبينتهم والدعم اللوجستي الكبير اللي يقوم به المهاربين لفايدة الإرهابيين في مدهم بالمؤونة والأسلحة وتهريب الأسلحة وغيرها لكن المسألة لابد أن ننسى شعرها لأنها خطيرة جدا المسألة في خطورتها رأي تتجاوز ضرر بالاقتصاد إلى أن تنعش الإرهابيين اللي يحملوا سلاح ضد الشعب التونسي كما بينا بعض الخبراء أن ظاهرة التهريب هي وسيلة لتمويل الإرهاب في إطار شبكات متعددة الأطراف التهريب يلزم فعل القانون قبل كل شيء معنى عقوبات ومن جاه الأمنية يلزم تعزيز الرقابة على الحدود لكن ثم تهريب من نوع آخر مثلا تهريب الأسلحة تهريب الأسلحة هذا معنى عنده حاجتين الأسلحة تستعمل مثل في حال معنى في أغراض غاية السلمية ثم المردود متاحها وربما زاد الفلوس هذه يقع معنى تجنيد بها أشخاص وخلاصهم يقوموا بالعملات الإرهابة وبالتالي معنى التهريب هذا تجمع تقول معنى عنصر أساسي من عناصر تمويل الإرهاب وبين رئيس الجماعات التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي أن تراجع سيادة القانون والإفلات من العقاب كان سببا في تزايد المخاطر التي تعيشها البلاد هذه المدة وأشار إلى ضرورة مواجهة هذه الإفا من خلال تكريس ثقافة سيادة القانون ترجمة نانسي قنقر